اشتركوا في القناة ايران تقول انها قدمت مقترحات لاحياء مفاوضات فيينا النووية وفي الصحافة البريطانية نقروا ايضا جونسون سيعطي الضواء الاخضر لتفعيل بروتوكول ايرلندا الشمالية والفوضى التي يعيشها جونسون في ايرلندا الشمالية هي من صنعه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة لقادة دول منظمة معاهدة الامن الجماعي قال ان توسيع البنية العسكرية لحلف الشمال الاطلسي خطوة عدائية تستوجب الرد من جانب موسكو محذرا واشنطن من خطورة استخدام فضاء الاتحاد السوفيتي السابق لانشاء مصانع اسلحة بيولوجية قريبة من الحدود الروسية نعتبر توسع النيتو تصرفا عدائيا وهذه معضلة يتم استناعها للمصلحة الخارجية الامريكية والغربية وتستخدم بشكل عدائي هم يقومون بذلك للتأثير على الدول الجديدة ليس لدينا مشكلة مع فنلندا والسويد لكن توسع أرضية حلف النيتو ستحتاج إلى رد مناسب من جانبنا وسنرد وفقا لذلك هذا الحلف توسع خارج نطاق جغرافيته ويدخل ضمن محاولة للتأثير على مناطق أخرى في العالم من جانبه قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر ليكوشينكو خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي قال إن روسيا تشهد حربا هجينة عليها من قبل الغرب كما حذر من تداعيات حجد حلف شمال الأطلسي لقواته على الحدود البيلاروسية هناك توسع كبير لحلف شمال الأطلسي على حدود دول منظمة الأمن الجماعي ويجد نحو 40 ألف جندي من دول مختلفة على الحدود من ضمنها بولندا بالإضافة إلى نشر قرابة 15 ألف جنديا على الحدود البيلاروسية بذريعة مساعدة اللاجئين وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا وقد يؤدي إلى توسيع الصراع في المنطقة بسبب ممارسات حلف شمال الأطلسي فضفت المقابلة قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولدنبرغ قال إن أبواب الحلف مفتوحة أمام فنلندا وسويد بشان طلب انضمامهما فيما قالت كندا إنها ستعمل على تسريع انضمام فنلندا إلى الأطلسية وأكد وزير الخارجية التركية أن بلاده متحفظة بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي رسميا فنلندا التي تشترك في حدود بطول 1300 كم مع روسيا تعلن سعيها للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو حيث من المتوقع أن يصادق البرلمان الفنلندي على القرار في الأيام المقبلة على أن يتم بعد ذلك تقديم طلب العضوية الرسمي إلى مقر الناتو في بروكسل توصلنا إلى قرار مهم في تعاون جيد بين الحكومة ورئيس الجمهورية نأمل أن يصادق البرلمان على قرار التقدم لعضوية الناتو خلال الأيام المقبلة سيكون القرار مبنيا على تفويد قوي ومن المرتقب أيضا أن تسير السويد وهي الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق على خطى فنلندا لطي صفحة الحياد العسكري الذي يعود تاريخه إلى عدة عقود إعلان فنلندا تزامن مع لقاءات لوزراء خارجية الحلف في برلين لمناقشة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وكذلك تحركات فنلندا والسويد ودول أخرى للانضمام إلى الناتو ستدعم ألولات المتحدة بشدة الطلبات المقدمة من السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال اختارت الترشح رسميا لعضوية الحلف سنحترم أي قرار تتخذه كلا دولتين ولقد دعمنا منذ فترة طويلة سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وحق جميع البلدان في تقرير مستقبلهم وسياساتهم وترتباتهم الأمنية كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية دعم بلادها أيضا لهذه الخطوة السويد وفنلندا ليستا مجرد شركتين وصديقتين بل كانتا منذ فترة طويلة من أفراد الأسرة الأوروبية نحن ندعم بالكامل كافة القرارات التي تتخذونها الآن بهدف ضمان أمنكما وتأتي تلك الاجتماعات في العاصمة الألمانية مع تصاعد الاحتدام بين موسكو والغرب وتنامي المخاوف من توسع النزاع وتطاير شرارات النار الأوكرانية الروسية إلى عدد من الدول الأوروبية وهو ما فاقم من مخاوف السويد وفنلندا على حد سواء وشجعهما على السعي للانضمام إلى الناتو وعدم الاكتراث لتحذيرات موسكو في هذا الشأن قال مناسق سياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل إن التكتل قد لا يكون قادرا على الاتفاق بشان قائمة جديدة من العقوبات ضد روسيا حيث تعارض مجموعة صغيرة من الدول بقيادة المجر تعارض فرض حضر على النفط الروسي هذا ويبحث وزراء خارجية الاتحاد في مدينة بروكسل هذا اليوم عقوبات جديدة ضد روسيا وكذلك يبحثون العلاقات مع دول غرب البلقان إلى جانب دعم أوكرانيا مخاوف أوروبية من الفشل في الاتفاق على فرض حضر شامل على واردات النفط الروسية بعد اعتراض دول الماجر واتشيك وسلوفاكيا ارتفاع منسوب الخوف والقلق الأوروبي يأتي على الرغم من التطمينات الأوروبية لتلك الدول بدفع تعويضات لها لأنها لا تزال تصر على موقفها وهما دفع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوصف الوضع بأنه صعب والتحذير من مغبة عدم الاتفاق بشكل سريع على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بعض الدول العضاء تواجه مزيد من الصعوبة لأنها أكثر اعتمادا على النفط الروسي ولأنها غير ساحلية وتحصل على النفط فقط عبر خط الأنبيب الذي يأتي من روسيا وفي ذات السياق وصف وزير الخارجي الليتواني دولة المجر التي تعيق التوافق على حزمة سادسة من العقوبات بأنها تأخذ الاتحاد بأكمله رهينة لمصالحها الاتحاد بأكمله رهينة دولة عضو واحدة هناك دول مثل المجر عرض عليها التخلص التدريجي من النفط الروسي حتى نهاية عام 2024 الجميع توقع أن يكون هذا كافيا عصى العقوبات الأوروبية على موسكو تواجه خلافات بين دول التكتل وهما يجعلها عصية حتى الآن للتوصل إلى توافق فيما بينها وهما قد يجعل هذا الملف على أبواب المناقشة على المستوى الوزاري المجموعة الجديدة من العقوبات تشمل فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سوفت وفرض عقوبات على أفراد نافذين في روسيا وقطع البث لثلاث شركات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي فضلا عن حظر تدريجي لواردات الطاقة الروسية معنا من موسكو مراسلنا يوسف بيغار يوسف أهلا بك تلخيصا ما أهم المواقف الروسية بشأن مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي وما هي التصورات عن ردود الفعل إذا ما حدث هذا يقينا على صحيح بأن موسكو كانت قد حذرت فنلندا والسويد من مغبة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ووصفت هذه الخطوة بالخطأ الكبير الذي من شأنه أن يقوض العلاقات الثنائية ومن شأنه أيضا أن لا يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية لكن على الأقل ما لمسناه اليوم من خلال تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة له في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن موسكو أو بوتين يبدو بأنه استسلم لأمر الواقع وإمكانية انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلس عندما قال بأن لا يوجد لدى روسيا مشاكل مع السويد ومع فنلندا وبالتالي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لن يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي ما يعرضه بوتين فقط هو نشر البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلس في الأراضي الفنلندية والسويدية بعد انضمامهما لحلف شمال الأطلس ما يضطر روسيا بحسب التعبير التي استخدمها بوتين لتبني إجراءات للرد على هذا القرار وتوفير الأمن القومي وتعزيز الجبهة الغربية وفقا أيضا لتصريحات سابقة من الخارجية الروسية وعلى لسان نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريبكوف الذي وصف امكانية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلس بأنها ستكون خطأا كبير وسيكون لها عواقب بعيدة المدى لكن اللافت في تصريحات ريبكوف هو أنه وصف بأن العالم سوف يتغير بشكل جذري بعد انضمام كل من هلسينكي وستوكولم إلى حلف شمال الأطلس أكد بأن الخطوات التي يمكن أن تتخذها موسكو كرد فعل ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالتصرفات التي يمكن أن تقوم بها في فنلندا والسويد بعد انضمامهما أو اعلانهما رسميا الانضمام إلى حلف شمال الأطلس كما تبعنا اليوم منظمة معاهدة الأمن الجماعي وخلال قمتها في موسكو ركزت وبشكل كبير على مسألة توسع حلف شمال الأطلس شرقا بالقرب من الحدود الروسية حتى أن الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكا دعا قادة دول المنظمة إلى ضرورة التعاون مع روسيا وعدم ترك روسيا في مواجهة توسع حلف شمال الأطلس هذه القمة أيضا التي تطرقت وبشكل مباشر إلى تطورات الحرب في أوكرانيا وعالجت الأسباب الحقيقية التي دفعت بروسيا لإعلان عملية عسكرية في أوكرانيا مجددا ومرة أخرى تحدث كل من لوكاشينكا وبوتين عن الأسباب التي دفعت بروسيا للقيام بعمل عسكري في أوكرانيا وتحدث بوتين عن مواصلة محاربة النازية وإضطرار روسيا لمواجهة سياسة الأبواب المفتوحة لحلف شمال الأطلس خاصة في أوكرانيا نعم أيضا ينضم إلينا من برلين مراسلنا يمان شواف يمان أهلا بك إذن هناك خلافات أوروبية بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا هذا أمر وأمر آخر مسألة انضمام فنلندا وسويد إلى الأطلس كيف تجري الأوضاع في الكواليس ماذا يتردد ماذا عن التوقعات نعم دعني أدأ بشق الثاني من السؤال وهو طبعا المتعلق بانضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلس قبل أقل من ساعة من الآن رئيسة الوزراء السويدية طبعا ماكدالينا أندرسون أعلنت بشكل رسمي أن الحكومة السويدية قد قررت رسميا التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو وهذا طبعا كان سبقها أمس خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلس الناتو هنا في برلين تقدم طلب رسمي كان لفنلندا والآن تتقدم السويد هذا يعني أن فنلندا والسويد قد تقدما بشكل رسمي للحصول على هذا الطلب طبعا هذا التقدم وهذا الإعلان سواء إعلان أمس فنلندا أو اليوم الإعلان من قبل السويد قد لاقى ترحيب ودعم واسع من دول الاتحاد الأوروبي وكان هناك بعض التصريحات التي أيدت هذه الخطوة بالعودة إلى الشق الأول من السؤال والحديث عن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي وهو في الحديث اليوم والاجتماع الذي يدور اليوم في بروكسل لوزراء خارجي الدول الاتحاد الأوروبي والذي يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ومحور هذه الحزمة سيكون هو الطاقة الروسية وبأن هذا القرار طبعا هناك بعض التحفظ من دول في الاتحاد الأوروبي ومنها هنغاريا مثلا هناك كان حديث لوسائل الإعلام الأوروبية تتحدث على أن الاتحاد الأوروبي قد وعد هنغاريا بتقديم بعض الاستثمارات والمساعدات لهنغاريا لثنيها عن الاعتماد على الطاقة الروسية أيضا ألمانيا تعتمد على الطاقة ولكن ألمانيا يبدو أنها حسمت أمرها وقالت أنها خلال ستة أشهر أي مع نهاية هذا العام ستتخلى ألمانيا عن الطاقة الروسية وإن كان لهذا القرار طبعا تبعات اقتصادية كبيرة على المستهلك في الاتحاد الأوروبي ولكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي في غالبيته قد حسم هذا الأمر رغم الأصوات التي نسمعها من داخل الاتحاد الأوروبي عن ربما تحفظ على هذه العقوبات أو هذه الحزمة السادسة من العقوبات يمان شواف مراسلنا في برلين ويوسف بيغار مراسلنا في موسكو شكرا جزيلا لكم قالت أوكرانيا أن قواتها التي تدافع عن مدينة خاركيف صدت القوات الروسية وتقدمت حتى وصلت إلى الحدود مع روسيا في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مواقع في شرق أوكرانيا مع سعيها لتطويق القوات الأوكرانية في معركة تهدف للسيطرة على منطقة الدونباس الشرقية وصد هجوم مضاد حول مدينة إزيوم الاستراتيجية الخاضعة حاليا لسيطرة روسية معارك الشرق في أوكرانيا تحتدم والخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية تتغير روسيا أحرزت بعض التقدم في منطقة دونباس شرقي البلاد التي تشهد معارك طاحنة فيما شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا قرب مدينة إزيوم الاستراتيجية التي يسيطر عليها الروس إزيوم التي تقع على نهر دونيتس على بعد 120 كم من خاركيف على الطريق الرئيسي المتجه إلى جنوب شرق البلاد تواجه ضغطا روسيا كبيرا وهو ما يجعلها عصية على موسكو التي تحاول تطويق القوات الأوكرانية داخلها تظل أسخن نقطة هي اتجاه إزيوم قوتنا المسلحة تحولت إلى هجوم مضاد هناك العدو يتراجع على بعض الجبهات وهذه نتيجة طبيعية لقواتنا المسلحة وعلى وقع الخارطة الأوكرانية المشتعلة قالت أجهزة عسكرية وأمنية غربية إن هجوم موسكو على منطقة دونباس شرق أوكرانيا تعثر وقالت أوكرانيا إن قواتها التي تدافع عن خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد صدت القوات الروسية وتقدمت إلى أن وصلت إلى الحدود مع روسيا العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية حول خاركيف خاصة شمالي وشمال شرق خاركيف قصة نجاح هذه النجاحات تبعد المدفعية الروسية عن مدى قصف عزاء من خاركيف الهجوم الروسي على دونباس يبدو أنه يعاني الصعاب وفق تقييم للمخابرات العسكرية البريطانية الذي ذكر أنه من المستبعد أن يحرز تقدما سريعا خلال الثلاثين يوما القادمة وأشار التقييم إلى أن روسيا فقدت نحو ثلث القوة القتالية البرية التي نشرتها في أوكرانيا منذ فبراير الماضي لكن الجيش الأوكراني أقر بحدوث انتكاسات في مناطق لايمان وسيفيرو دونتك وأفدي فيكا وكوارا خيف في منطقة دونباس الأوسع مضيفا أن القصف الروسي لم يتوقف على عمال مصنع الصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية حيث يتحصن بضع مئات من المقاتلين الأوكرانيين بعد أسابيع من سقوط المدينة في يد الروس نشرت صحيفة تليغرافها لبريطانيا تقريرا يرصد حجم الضرر الذي لحق بصناعات الدفاع الروسية نتيجة الحرب الأوكرانية وذكر التقرير أن الهند أحد أهم الدول التي قررت استبدال أسلحتها الروسية القديمة بأخرى بريطانية حديثة بسبب تلك الحرب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن يكون في صالح موسكو هكذا يقول خبراء عسكريون لصحيفة تليغراف البريطانية معللين ذلك بأن إخفاقات الجيش الروسي هناك تجعل مستوردي السلاح الروسي يعيدون حساباتهم مستشارون بوزارة الدفاع البريطانية أكدوا أن الهند من أوائل الدول التي قررت استبدال سلاحها الروسي وقد أبرمت مع لندن مؤخرا صفقة لشراء أسلحة خفيفة ومتوسطة تم تصنيعها بخبرات سويدية في مدينة بيلفاست البريطانية إخفاقات روسيا في أوكرانيا قد تكون مربحة لشركات التسليح والدفاع البريطانية في عام 2019 أبرمت الهند اتفاقا مع روسيا بقيمة 2.8 مليار دولار لشراء 464 دبابة روسية من طراز تي ناينتي لكن الخبراء يقولون للصحيفة البريطانية إن قادة الجيش الهندي سيعيدون تقييم تلك الصفقة في ضوء نتائج الحرب الأوكرانية تقارير أخرى أكدت أن دولا مثل الجزائر وليبيا ستبدأ إعادة حساباتها بشأن شراء السلاح الروسي لذات السبب وخاصة أن تكنولوجيا تصنيع السلاح الخفيف في عدة دول غربية تشهد طفرة كبيرة وتحديدا في مضادات الدبابات حذرت فاريس من واقب عدم إبرام اتفاق نووي مع طهران فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن بلاده تقدمت بمبادرات ومقترحات خلال زيارة المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا لبلاده مؤخرا والتي دعت فيها واشنطن إلى حسم قرارها سياسي فيما يتعلق بالمفاوضات بعد أشهر من توقف المحادثات النووية في فيينا تعلن طهران عن مبادرات ومقترحات لإحيائها ربما تمخضت عن زيارة المنسق الأوروبي للمحادثات أنريكي مورا إلى طهران قبل أيام مورا أجرى محادثات مع مسؤولي الملف النووي الإيراني لم تصدر عنها أي تصريحات ولكن يبدو أن طهران عدت على ضوئها جملة من المقترحات التي تمس أمريكا أكثر من أي طرف آخر في مفاوضات فيينا ندعو واشنطن لحسم قرارها السياسي ونحن قدمنا مبادرات ومقترحات خاصة بشأن الاتفاق النووي خلال الزيارة التي قام بها أنريكي مورا إلى طهران وأبت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تفاؤلا حذرا تجاه مقترحات طهران مؤكدا أنها وحدها القادرة على وقف أو اتمام الاتفاق النووي مع مجموعة الست دون المراوغة عبر التذرع بملفات أخرى حان الوقت أن تقول أعلى السلطات في طهران كلمتها النهائية وأن تتخذ قرارا يضع حدا للمراوغة وابتزاز المفاوضات عبر ملف الحرس الثوري والعقوبات المفروضة عليه من جهتها حذرت باريس إحدى العواصم الرئيسية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 من عواقب عدم الاتفاق مع طهران معتبرة أن الطبقة السياسية الإيرانية تستفيد من الوضع الحالي في توسيع نفوذها داقليا وفرض شروطها خارجيا وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية تدرك طهران صعوبة تجاوب إدارة البيت الأبيض مع رغبتها في إخراج الحرس الثوري من قائمة الإرهاب بسبب رفض الكونغرس الأمريكية إلى أنها تصر على الأمر رغم أنه ليس جزءا من اتفاق لوزان نشر صحيفة الجارديان تقريرا تحت عنوان جونسون سيعطي الضوء الأخضر لتفعيل بروتوكول إيرلندا الشمالية وبحسب الصحيفة فإن بوريس جونسون سيسافر إلى بلفست اليوم للخوض في اجتماعات مفصلية في ظل تعطل مفاوضات حكومته مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وتقول الصحيفة إن مسألة بروتوكول إيرلندا الشمالية تعطل تشكيل حكومة جديدة في بلفست وهو ما يقلق حكومة المحافظين ويدفع جونسون باتجاه اتخاذ خطوات سريعة في هذا الإطار ووفقا للصحيفة فإن مجموعة عمل بريكزيت التجارية في إيرلندا الشمالية وهي منظمة جامعة تضم أربع عشرة هيئة تجارية طالبت جونسون بالتروي لأن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول ذات الموضوع نشرت صحيفة لندبندت تقريرا تحت عنوان الفوضى التي يعيشها جونسون في إيرلندا الشمالية هي من صنعه وبحسب الصحيفة فإن الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية تحول إلى نوع من الحرب الباردة وهو ينذر بالأسوأ إن تواصل بين الطرفين وتوضح الصحيفة أن التشريع الذي تعده حكومة لندن لخرق اتفاق التجارة مع بروكسل لن يحل المشكلة وإنما قد يفاقمها ولطالما حذرت أصوات محلية أوروبية من هذا الأمر وتلفت الصحيفة إلى أن دعاء حكومة جونسون بأن تفعيل المادة السادسة عشر من بروتوكول إيرلندا الشمالية هو الحل لا يستند إلى وقاع عمل موسى وإنما قد يوسع الهوة بين شقي الجزيرة الأرلندية للمزيد معنا من لندن مراسلنا عمرو المنيري عمرو أهلا بك إذن جونسون كما تقول الصحيفة سيعطي الضوء الأخضر لتفعيل بروتوكول إيرلندا الشمالية ماذا يعني هذا الأمر وكم هو قريب من الواقع وما هي أيضا انعكاساته على إيرلندا الشمالية والوضع مع الاتحاد الأوروبي نعم على بالفعل هو بورش جونسون بالفعل وصل إلى بيلفاست وبالفعل التقى مع حزب الشينفين في بداية جولته للمحادثات الطارئة مع خمسة أحزاب هي الأحزاب الرئيسية في أيرلندا الشمالية كما تعلم على حزب الشينفين هو الذي فاز بالأغلبية في الجمعية الوطنية أو البرلمان المحلي بالنسبة لأيرلندا الشمالية ما قالته الصحيفة وما قاله بولت جونسون شخصيا في مقال كتبه يوم أمس في صحيفة بيلفاستيريغراف أنه بالفعل هناك إجراءات تشريعية سيتم طرحها في البرلمان البريطاني أو البرلمان المجلسي العموم وسيعلن ذلك غدا على لسان وزيرة الخارجية ليستروس وقال أنه يجب أن يتم هدية التشريعات وهدية التغييرات في البروتوكول الخاص بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا الشمالية هذه التدعيات يرفضها بالطبع حزب الشينفين والأحزاب الثلاثة المؤيدة لهذا البروتوكول في المقابل حزب الوحدوي الديمقراطي أو حزب الاتحاد الذي دائما هو من الحلفاء الرؤسيين بالنسبة لحزب المحافظين الحزب الحاكم هو يرفض هذا تماما حزب الشينفين في آخر التحديثات ومنذ قليل أعلان أن المفاوضات مع رئيس الوزراء كانت صعبة جدا وأن حزب الشينفين متمسك بوحدة بريطانيا ولكن في المقابل يرى أن بولي جينسون متعاطف تماما مع الحزب الديمقراطي الوحدوي وأنه يقدم مساعدات والحياز واضح لهذا وأنه لا يجب أن يكون هناك أي تغييرات في البروتوكول مع الاتحاد الأوروبي المشكلة في هذا البروتوكول أنه يسمح للبضائع البريطانية جميعا والتي تأتي من كل من جلترا من ويلز وأيضا من اسكتلندا وحين تدخل إلى آيرلندا فهي تخضع بالتالي إلى الإجراءات والقوالين الأوروبية ويمكن أن يتم فحص هذه الشحنة مما يؤثر بكثير من الحواجز الاقتصادية وحركة التداول الجهة المقابلة من الاتحاد الأوروبي وخصوصا جمهورية آيرلندا وهي على الضفة الأخرى من آيرلندا الشمالية يقولون أن هذا سيكون إن ترى هذا وهذا التغيير فهو تغيير أحادي وهذا ربما يفشل عملية ويكون انتهاكا للقانون الدولي وخصوصا أن بريطانيا واتفاقية البريكزيت التي وقاها بوليت جونسون شخصيا لا تبيح له ذلك لكن هذه التعديلات والتي أيضا ستطيح للوزراء المختصين بأنهم يستطيعوا إلغاء أجزاء من هذا البروتوكول وهذا سيعاقد الأمر مع الاتحاد الأوروبي وليس هذا فقط بل هناك نوع من الشحن داخل آيرلندا الشمالية التي بالفعل انقسمت في هذه الانتخابات مرة أخرى دعوات إلى الانفصال والشينفين سيقود هذا ومما يضطر البوليت جونسون بتقديم تنزلات أطراف كثيرة على عمرو المنيري مراسلنا في لندن شكرا جزيلا لك وينضم لنا أيضا السيد محمد إشبارو الكاتب الصحفي في موقع عرب نيوز أستاذ محمد أهلا بك هنا هل الخيارات متاحة أمام السيد جونسون لأن ربما يناور أم هو مضطر بالفعل إلى تفعيل بروتوكول أيرلندا الشمالية هو تحديدا يود تقديم مشروع قانون إلى البرلمان البريطاني يسمح له بخرق الالتزام ببروتوكول أيرلندا الشمالية النظم للعلاقة بين ما يسمى بالمينلاند أي أراضي أيرلندا وويلز وسكوتلندا وأقليم أيرلندا الشمالية المتاخم لجمهورية أيرلندا أي أنه الحدود مع الاتحاد الأوروبي أي جمهورية أيرلندا وبالتالي البضائع التي تصل من بريطانيا إلى إقليم أيرلندا الشمالية يجب أن تخضع لنوع من الإجراءات الجمركية وإن كانت مخففة وخفيفة وتم تعليق العمل بها منذ توقيع اتفاقية التجارة والتعامل قبل عام من الآن ولكن بنظر كثير من أهل أيرلندا الشمالية المؤيدين للاتحاد أن هذه الإجراءات مسيئة تسيء إلى التجارة تسيء إلى التعاون مع الأرض الأم أي أرض إنجلترا وسكوتلندا وويلز وهم يودون أن يفسح هذا القانون في البرلمان إمكانية خرق القانون الدولي وتنازل بريطانيا لأسباب يعني هي موجودة في بروتوكول إيرلندا الشمالية وفي الاتفاقية أنه إذا كان ذلك يلحق ضررا اجتماعيا أو اقتصاديا أو بيئيا فربما يمكننا التنازل عن بعض بنود التي تنظم عملية الواردات والصادرات من وإلى إقليم إيرلندا الشمالية ولكن جونسون هو كان فارس عملية الخروج ومنسقها لماذا يريد أن ينقلب على ما كتبه هو ووافق عليه هو واعتبره أفضل المتاح وأفضل الموجود يعني أستاذي العزيز أنتم تعلمون وتتابعون سياسات الرئيس رئيس الحكومة بوريس جونسون هو يقول لا حدود ثم يقوم الحدود هو قال نقيم حدودا بحرية ثم الإجراءات تكون معقدة ولا تفيد ولكن هناك مراقبون كثر يشككون بزعامة بوريس جونسون وأيضا يعتقدون أن أجزاء كثيرة من عدم حل بعض المشاكل في البروتوكول بروتوكول إيرلندا الشمالية يعود لأسباب سياسية محلية داخلية تخص بوريس جونسون وحزبه شخصيا يعني كلما كان في جونسون أو حزبه في مأزق التفتوا إلى تفعيل وتأجيج الصراع مع أوروبا لأنه يلقى تأييدا يعني ويلقى بوريس جونسون وحزبه تأييدا بين شريحة كبيرة من ناخبي الحزب المحافظين في الانتخابات المحلية الأخيرة ظهر مسألة الحفلات التي يعني ضربت الإغلاق إغلاق كورونا غلاء المعيشة كلها أسئلات تطالب بها يطالب بها الجمهور أن تجيب عنها هذه الحكومة ولكن الحكومة ليس لديها أجوبة أو حلول لهذه المشاكل المستعصية ويعتقد كثيرون أنه من المفيد من الآن وحتى الانتخابات المقبلة أن تقى قضية بروتوكول إيرلندا الشمالية عاملة شد وجذب ربما يزيد من شعبية بوريس جونسون ويمنع تداعيات خسارته بعدما فقد الرأي العام عموما شيئا من دعمه له ولكن لا يمكن أن يأخذ قرار تفعيل بروتوكول إيرلندا الشمالية الأمور للأسوأ خصوصا أن أكثر الخبراء يقولون أنها لن تحل المشكلة بل تزيد الأمر تعقيد وهذا سيجلب خسارة لجونسون لحكومته للمحافظين أكثر تحديدا أستاذ العزيز يعني يقول هناك من يقول أن هذا سيكون جرح جرح ديبلوماسي بين أوروبا وبريطانيا خصوصا في هذا الزمن زمن حرب أوكرانيا حيث التعاون المكثف بين كافة الأطراف هو ما يطالب به الجميع أيضا قد يخلف مسألة التراجع أحاديا عن فروتوكول إيرلندا الشمالية أو عن أجزاء منه عبر هذا المشروع التشريعي أي أنه سيتحول إلى قانون في البرلمان البريطاني إلى حرب باردة تنطلق بين أوروبا التي طالما قالت أنه لا يجب أن يكون هناك حلولا فردية أو على انفراد أي بريطانيا أن تقوم بضرب عرض الحائط والتخلي عن قوانين هي التزمت بها وهذا قانون دولي وهي التزمت به وبالتالي هذا يسيء خصوصا إلى الجانب البريطاني وأيضا إلى الجانب الأوروبي في هذه الظروف بالذات ولكن زعامة جونسون هي زعامة شعبوية كل همه هو أن يبقى على كرسي سلطته من اليوم إلى الغد أما ما يجري بعد ذلك فهو غير مكتد لذلك طبعا نعم شكرا جزيلا لك وأعتذر على المقاطعة سيد محمد إشبارو الكاتب الصحفي في موقع عرب نيوز شكرا جزيلا لك كشف استطلاع جديد في بريطانيا بأن انتظار المرضى لسيارات الإسعاف يؤثر على سلامتهم فيما ارتفع عدد طالبي الإسعاف للحالات الخطيرة في البلاد بنسبة 77% هذا العام مقارنة بالعام الماضي تأخر سيارات الإسعاف في المملكة المتحدة تلقي بظلالها على سلامة المرضى هناك فبحسب تقرير حديث ارتفع عدد طالبي سيارات الإسعاف في الحالات الخطيرة بنسبة 77% هذا العام مقارنة بالعدد العام الماضي وكشفت بيانات التقرير أن هناك 200 حالة وفاة ارتفاعا من 78 حالة في عامي 2019 و2020 بسبب انتظار سيارات الإسعاف وعدم الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب وقال التقرير أن هناك العديد من الحالات الخطيرة التي تأخر وصولها إلى المستشفيات بسبب تأخر سيارة الإسعاف وتأثر تلك الحالات بعدم ذهابها مباشرة إلى المستشفى وتقول هيئة الصحة الوطنية إن سلامة المرضى هي أولويتها المطلقة المساعدة يجب أن تكون هناك دائما وكانت الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المرضى في المملكة المتحدة قد فتحت تحقيقا في ديسمبر الماضي في الضرر الكبير الذي لحق بالمرضى نتيجة إلزام سيارات الإسعاف بالانتظار مع المرضى خارج وحدات الحوادث والطوارئ في المستشفيات والذي يؤثر على سرعة استجابتها لنداءات الإغاثة وتعاني هيئة الإسعاف في بريطانيا من نقص حد في عدد المسعفين وصيارات الإسعاف جراء مواجهتها لضغوط شديدة واستقبال حجم هائل من المكالمات حيث وصفت لارتفاع أثناء جائحة كورونا بأنه الأعلى مستوى لنشاط خدمات الطوارئ في البلاد قال رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون أنه تم تسليم إشعارات ترحيل لخمسين لاجئا من أجل نقلهم إلى رواندا مؤكدا إصرار حكومته على ترحيل اللاجئين رغم المعارضة الواسعة للقرار خطة الحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا تدخل حيز التنفيذ مع تسليم إشعارات ترحيل إلى خمسين منهم رئيس الوزراء بوري جونسون وفي مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية أكد تسليم إشعارات الترحيل كمرحلة أولى حيث سيكون أمام هؤلاء الأشخاص ما بين 7 إلى 14 يوم لتقديم اعتراضاتهم جونسون أشار إلى أن هناك تحديات قانونية واسعة النطاق لخطة الترحيل وأن العملية ستستغرق وقتا لكنه لن يتراجع عنها سيكون هناك الكثير من المعارضة القانونية من الشركات لمساندة هذا النوع من القضايا ولإحباط إرادة الناس وإرادة البرلمان نحن جاهزون لهذا التحدي خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا لا تزال تواجه بمعارضة كبيرة من المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة وأحزاب المعارضة وكبار أعضاء حزب المحافظين ومن بينهم رئيسة الوزراء السابقة تريزامايا صحيفة الانديبندنت البريطانية حذرت من أن بعض اللاجئين يعمدون إلى إيذاء أنفسهم أو الاختباء في فنادق أو عدم طلب المساعدة الاجتماعية وذلك لتجنب عمليات الترحيل فقد قال الصليب الأحمر ومجلس اللاجئين في بريطانيا إن التهديد بالترحيل دفع أحد اللاجئين لمحاولة الانتحار ورغم الإجراءات للحد من تدفق اللاجئين إلا أن عمليات عبور القوارب الصغيرة لا تزال مستمرة حيث أظهرت بيانات الحكومة البريطانية أن أكثر من 790 مهاجرا عبر الحدود خلال الفترة الممتدة من الثاني وحتى الثامن من شهر مايو الجاري انتهى مشاهدين برنامجنا شكرا على كرم المتابعة المزيد على مواقعنا في التواصل الاجتماعي شكرا على المشاهدة